راديو الأهرام يقدم لقمة على مقسم مع شروق عياد أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام في كل مكان معاكم شروق عياد ولقمة على مقسم استكمالاً الحقيقة لإستفساراتكم عن بعض الأصناف حاب أكمل معاكم الأصناف اللي أنتو طلبتوها وكتير اتسأل عليها بكل الوصفات أنا حاولت أجمع أكتر الأصناف اللي اتطلبت وكان عليها فوت كتير علشان نرضي جميع الناس وهنبدأ حلقتنا مع بعض بالفراخ السويت أنت ساور ده صنف الصيني حقيقة كلكم سألتوني عليه هو طبعاً الأصناف الصينية الفراخ السويت أنت ساور دي لها كذا طريقة ولكن أنا اخترت لكم واحد سهل جداً جداً هوا مكوناته هتبقى عبارة عن أن احنا هنجيب أربع صدور فراخ مقطعين مربعات فصين توم مهروسين بصلة متقطعة شرايح وجزر يعني جزرتين برضو متقطعين شرايح وفلفل رومي اتنين متقطعين شرايح هنحتاج حوالي 3 أو 4 معالق كاتشاب ومعلقتين كبار عسل أبيض وملح وفلفل وهنحتاج سويا سوس إذا كان متوفر هنتبقى للفراخ بالملح والفلفل وبالتوم اللي معانا وبحبق قليلين من السويا سوس وبنسبها في التدبيلة دي حبة حوالي نص ساعة هنبدأ فطاصة على النار فيها زبدة أو زيت اللي تفضليه أو اللي اتنين مع بعض نشوح الفراخ دي على النار لحد لما تستوي تماماً احنا عايزين الفراخ تكون استوت تماماً بعد لما بتستوي الفراخ بنبدأ نضيف البصل الجزر الفلفل وبنقلب من ديقتين لتلاتة بحيث إن الخضار يفضل مش مكتمل النضج يفضل فيه أرشى كده هو ده اللي بيميز الأكل الصيني وبعد ما بيق الخضار ببقى تقريباً استوى نص سوى بنحط 3 معالق الكاتشاب ومعلقتين عسل وبنقلبهم كويس قوي لمدة ديقتين اتنين وبعدين نقفل النار كده الطبق بيكون استوى هو طبق سريع جداً يتقدم مع رز باسماتي أبيض يتقدم مع رز بالخضار وقلنا طريقته قبل كده طبق لطيف جداً وسريع ويا رب بيكون عجبكو ده من الحاجات اللي انتو طلبتوا بها تاني وصفة انتو من طلبتوها برضو مني الكانيلوني الكانيلوني ده صنف سهل جداً 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 وطرقه كتير جداً وحشواته كتير جداً أنا النهاردة هقولكو على حشوة الكانيلوني بالفراخ ولكن هقولكو برضو على كذا حشوة ممكن تعملوها أولاً مقادير الكانيلوني كبايتين دقيق كبايتين لبن عليهم رشة ملح ورشة سكر صغيرة عليهم بطين وبدي معلقة خل بس علشان زفارة البيض وبضرب كل المكونات دي كويس جداً أنا عايزة القوام بتاعي مش خفيف ومش تقيل زي قوام البانكيك تقريباً وبسيب الخليط ده في التلاجة لمدة من نص ساعة لساعة يرتاح ماينفعش أشتغل بيه بعد ما ضربته على طول لو أنت طلعتي لقتي تقل قوي ممكن تزاودي لبن بسيط قوي لحد لما يفك معاكي ويوصل للقوام المطلوب في طاسة على النار وطبعاً تكون طاسة ما بتلزأش كبيرة بتدهنيها بفرشة بس زيت بسيط أول مرة بتحطي كبشة أو نص كبشة من الخليط ده وأهم حاجة أن أنت توزعيها في الطاسة كويس قوي 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 بحيث أنها تديكي شكل الكريب أو الكانيلوني الرفيع ده أهم حاجة توزيع علشان ما يبقاش فيه تكتلات يبقى تخين من ناحية ورفيع من ناحية فأهم حاجة التوزيع ده هنفضل وهكذا أول ما نلاقيها خادة لون من تحت نقلبها وهكذا لحد لما الكمية بتاعتنا تخلص كل الكمية اللي بنطلحها بنحطها في طبق نتغطي جنبنا بفوطة نظيفة علشان ما ينشفش لحد لما كل الكمية اللي معانا تخلص عايزين نحضر بقى الحشو الحشو ممكن حاجات كتيرة جدا ممكن فراخ متقطعة شرايح مع فلفل ألوان ومتتبلة على النار كويس قوي دي بقيت حشوة وقت الحشو بنخلط عليها جبنا شيدر على مودزريلا كتير علشان تساعدنا على أنها تمسك في الكانيلوني ممكن نحط فراخ بس متشوحة مع توابل ومعاها زاتون شرايح زاتون وبرضو لازم نحط الجبنة الشيدر والمودزريلا ممكن نحط لحمة مفرومة وبرضو لازم نحط معاها الجبنة الشادر والمودزريلا ممكن نحط سبانخ سبانخ بنشوحها على النار ببصلايا وبنحط عليها علبة جبنة كريمي أو جبنة فيتا ونقلبها كويس قوي ونتبلها بالملح والفلفل وبرضو بيبقى عندنا حشوة سبانخ كل الحشوات دي تمفع للكانيلوني بنجيب الدايرة بتاعة الكانيلوني اللي احنا حمرناها وبنحط الحشو بتاعنا أي أن كان نوع الحشو اللي هنحطه في النص وبنبدأ نقفل من الجناب ونلفها بالزبط لحد ما يبقى عندنا سوابع طولية بنحطها في بايريكس البايريكس ده يكون فيه صوص طماطم متبل ومعمول حلو وأنا بحب أحط الصوص الطماطم اللي معه الكانيلوني رشت ريحان بنحط في أعرص صنية صوص طماطم وبنرص فيه صوابع الكانيلوني أي أن كانت الحشوة اللي انتي اخترتيها فيه هنا حاجتين طبعا احنا بنفس صوص الطماطم ده بندهن وحدات الكانيلوني من فوق يا إما تكتفي بده ونرش عليها جبنة ونغطيها ويدخل الفرن يا إما نعمل لها باشامال الطريقتين حلوين جدا طريقة الباشامال بتديها بس غناوة احنا حطينا صوص طماطم من تحت رصينا صوابع الكانيلوني بهنا صوابع الكانيلوني بسوس طماطم من فوق هنكون عاملين معلقتين باشامال خفيف يعني علشان يناسب ان احنا مش عايزينهم يستويوا قوي احنا بس بنغطي ده وهنحط جبن شيدر على موتزرلة زي ما اتفقنا هنغطي الصنية بفايل وهندخلها الفرن تقريبا 20 دقيقة وبعدين كل حاجة عندنا مستوية ويمكن أقل من 20 دقيقة كمان وبعدين نشيل الفايل لحد لما تتحمر والجبن تديني وش لو ما حطناش الباشامال بندهن صوس طماطم وبندخلها الفرن برضو متغطية لحد لما الكانيلوني يشرب من الطماطم ونبدأ نرش الجبن بتاعتنا وندخله الفرن كمان 7 دقايق تقريبا وبكده يبقى الكانيلوني بتاعنا جاهز صنف ايطالي حلو لطيف وقالفهنة برضو بالنسبة للوصفات اللي طلبتوها البيف استراجانوف البيف استراجانوف ده أكلة روسي حلوة جداً سهلة جداً وطريقتها يعني بتتعمل بسهولة جداً لو اتبعنا الخطوات بالزبط احنا بنحتاج لحمة متقطعة شرايح طولية زي الشاورمة بنحتاج مشروم بنحتاج بصل بنحتاج كريم الطبخ وبنحتاج معلقتين مستردة الوصفة فيه ناس بتعملها من غير المستردة وفيه ناس بتعملها بالمستردة يعني دي بقى راجعة للزوء العام يعني الوصفة الكلاسيك بتاعتها من غير مستردة ولكن لما حصل لها تعديلات بدأوا يحطوا لها المستردة احنا في طاسة على النار هنبدأ نشوح اللحمة في معلقة زبدة ومعلقة زيت وضماناً لنجاح وسوى اللحمة ما نشوحش اللحمة كلها مرة واحدة ننزل حبة حبة يعني حبة صغيرين حبة صغيرين ونفضل نشوح فيها لحد لما وتستوي من الفلايد بتاعتها على نار عالية لحد لما نتأكد ان هما استووا دي اضمن طريقة تدينا سوى ناجح للحمة نزلنا حبة استووا نشيلهم في طبق وننزل الحبة التانين وهكذا 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 لحد لما الكمية كلها تخلص اللي عندك إلا لو انت عاملة أصلاً حبة كمية صغيرة جداً فممكن تنزليها في الطاسة وتبقى كلها مفرودة في الطاسة مفيش تكتلات وتعرفي بعد كده تقلبيها برحتك وتسويها بنشيل اللحمة من الطاسة مكان الطاسة بنحط زبدة تاني وبنبدأ نشوح بصل بصل متقطع كاريهات أو متقطع شرايح صغيرة زي ما تحبي نبدأ نشوح البصل كويس قوي لحد لما ياخد لون دهبي بنشيل البصل ونحط مكانه مشروم طبعاً يستحسن إن المشروم يبقى فرش إحنا ليه ما حطناش المشروم مع البصل؟ لأن ده بياخد سوى وده بياخد سوى تاني المشروم بياخد سوى أقل طبعاً وفي كل مرة بنتبل سواء البصل أو المشروم بسنة ملح وسنة فلفل ونفس الحكاية لللحمة ملح وفلفل فقط أنا ما بحبش أحط توابل كتير لللحمة علشان نبرس طعمها ويبان بعد ما بنخلص البصل بنشيله ونحطه في طبق على جنب وبنحط المشروم لحد لما يتشوح وياخد لون دهبي وبنشيله نحطه على جنب بعد كده بنخلط كل المكونات إحنا بالنسبة لللحمة نسيت أقول لكم حاجة مهمة جداً قبل ما بنحطها في الطاصة بنتبل اللحمة بمعلقة دقيق كبيرة مليانة وملح وفلفل بندعك اللحمة كويس قوي بالدقيق لحد لما تشربه وملح وفلفل هي معلقة كبيرة لكمية اللحمة اللي عندنا ولتكن نص كيلو من نص كيلو الكيلو لو استخدمنا كيلو هنستخدم معلقتين كبار وبعدين بنبدأ نحط اللحمة على النار ونبدأ نشوح اللحمة حبة حبة لحد لما تستوي يليها البصل يليها المشروم وبعدين في طاصة على النار بنقوم ردين اللحمة مع البصل مع المشروم التلاتة مع بعض ونشوح فيهم ونكون محضرين شربة طبعا يستحسن ناتب عندنا شربة حلوة شربة لحمة دا سيمة لو ما كانش هنضطر نستخدم ميا ومكعب مرأ بنزل الشربة على الخليط دا كله على اللحمة والمشروم والبصل يغلو غلويتين كويس قوي حد لما نتأكد ان هما استووا في المرحلة دي لو هنحط مستردة بنحط المستردة بنحط معلقة مستردة كبيرة وبنقلبها وبعدين بننزل بعلبة الكريمة تقريبا علبة نص كيلو نتأكد انها كريمة طاي وبنسيب الخليط دا كله يتقلب على النار من 7 ل 10 دقايق لحد لما نتأكد انه هو استوى وبكده يبقى معانا بيف استراجانوف ممتاز اصل الوصفة ويتقدم مع رزة ابيض وقالف هنب من الحاجات كمان اللي تسألنا عليها كتير قوي شربة البصل شربة البصل شربة فرانساوي كلاسيك قوي قوي ومش اي حد بيستصغها او بيحبها ولكن هي لو جربتوها فعلا من الشربات اللي تعمها حلو جدا جدا احنا بنجيب حوالي 5 بصلات متقطعين جوانح فحلة على النار فيها معلقة زبدة ونقطة زيت زي ما اتفقنا عشان الزبدة ما تتحرقش وبنفضل نقلب البصل ده لحد لما ياخد لون بيج هو بس بياخد تقليب كتير يعني الوصفة دي بتحتاج في البصل تقليب كتير لما بياخد اللون الباج بنحط له معلقة سكر وبنفضل نقلب البصل ده لحد لما يتكرمل كويس قوي وكل شوية نقلبه نتأكد ان هو ملازاش الوصفة دي بيتقدم معاها توست او عيش باجات متقطع دوير بنكون دهنينه بخليط زبدة وتوم وزعتر بندهن العيش وندخله الفرن يتحمص وبنكون محضرين جبنة الوصفة دي اصل شربة البصل بيتاكل مع جبنة جوريار ولكن الجبنة الجوريار طبعا سعرها مرتفع جدا فانا استبدلتها بالشيدر على مودرلة يعني عملت خليط من الشيدر على المودرلة وعملتهم هما دول بيتحطوهم على التوست طبعا احنا حمصنا التوست وبناخد التوست لما بيطلع بنحط عليه كمية وفيرة من الجبنة بنرجع للبصل بتاعنا نفضل نقلب فيه لحد لما نحس ان هو خلاص اتكرمل تماما بننزل بالشربة بتاعتنا نكون محضرينها لو ما عندنا الشربة عرفنا بقى بنحط مية ومكعب مرأ ونزبط الملح والفلفل بتاعنا ونسيب البصل يغلي في الشربة دي في الوقت ده فيه ناس بتضرب شربة البصل بالهند بلندر ولكن بندربها قوي بندربها نص ضربة بحيث ان وإحنا بنشربها ما تبقاش بيري خالص يبقى فيها قطع من البصل انت حسيها وبنرجع نردها على النار تاني وبنحط كريمة طبخ اصل الوصفة اصل الشربة الفرانساوي ما فيهوش كريمة طبخ ولكن مع التحسين اللي حصل للوصفة بقى يتحطلها كريمة طبخ بنكون دربناها نص ضربة فيها قطع من البصل وبنحط كريمة الطبخ بنسيبها ترلي بكريمة الطبخ من 3 ل 4 دقايق بكتير قوي عشان الكريمة ما تفصلش تقديم شربة البصل بيتحط في بولا البولا دي تكون من نوع اللي بيستحمل الحرارة بيتغرف شربة البصل وبيتحط فوقها التوست الغرقان بالجبنة وبتدخل الفرن دقيقتين اتنين علشان الجبنة تسيح على الشربة وبتتقدم كده وبتتاكل وألف هنة أتمنى أكون وفيت الطلبات اللي انتو طلبتوها ويا رب تكون عجبتكم وتجربوها وتقولولي رأيكو إيد أتمنى تقول كل وصفاتنا النهاردة عجبتكم واستنونا في وصفات تانية كتير ونقا على طلبكم وان شاء الله نخلص كل اللي انتو طلبتوه في الحلقات اللي جاية ولقمة على مقسم لقمة على مقسم مع شروق عيد اشتركوا في القناة